أهلاً 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 حبيبي في كل مكان وتفضلوا معنا النهاردة يوم الثلاث يعني يوم أولادنا واخوتنا صغيرين يا إما بتكون من الناحية الصحية يا إما أسبوع لبعضه بيكون من الناحية التربوية وخاصةً إحنا مركزين قوي على التربية الإيجابية ودي حلقتنا النهاردة التربية الإيجابية هي تربية بالعاطفة يعني إيه نربي بالعاطفة ده اللي حنعرفه في حلقتنا النهاردة مع ضيفتي العزيزة إيمان عباس أخصائي نفسي أطفال ومعلم تربية إيجابية سلام عليكم يا إما. وعليكم السلام يعني إيه التربية بالعاطفة يعني الكلمة عامة كده وكبيرة وممكن كل أحد يروح بمعنى آخر إيه المقصود بيها؟ جون جوتمن ده من أكبر عشر مؤسرين في الصحة النفسية في العالم عمل هو والفريق بتاعه وبحث طويل لمدة 40 سنة اتعرف على أمهات كتير وألاف الأزواج طلع من ضمن النتائج بتاعة البحث ده طريقة التربية بالعاطفة وإن الأم إزاي في عز الأزمة وفي عز المشكلة وفي عز الخنائة تعرف تدي لابنها احتياجه وإحساسه أنه هو فيه دعم نفسي معاه وفيه أنه هو محاط بتعاطف معاه ومحاط واحتياجاته النفسية من الأمان ومن التعاطف ومن الدعم موجودة في الظروف وفي عز المشكلة دي فده ببساطة يعني طب ليه محتاجة ربي بالعاطفة يعني إلا أنا محتاجة علشان ببساطة أوقف النزيف العاطفي والنزيف اللي بيحصل من الطاقة اللي بيهضر في وسط الخنائة بيننا وبين ولدنا يعني بنشوف الأم بتصوت في ابنها أو بنتها ونيتها وكل اللي جواها أنها عندها رغب أنها تربي وعايزها تعمل يعني رولز معينة أو ديسبلن أو تهذيب بطريقة معينة والبنت أو الابن وعندهم مش أي استعداد يسمعوا خالص فالتنين فيه طاقة مهضرة وفيه نزيف من الطاقة عمال يهضر على الفاضي فالطريقة دي بتعلم إزاي أنا في عز الظروف دي وفي عز الوقت ده إزاي أتعامل معي بطريقة تساعده إن أنا يعني نوقف اللي بيحصل ده أرجع خطوة وراء أستجمع نفسي وهو يستجمع نفسه أنا أديله اللي أنا محتاجة أن أنا أديهوله وهو كمان يبقى مستعد إن هو يسمع فبالتالي يعني بنتنقل خطوة لقدام في شكل علاقتنا يعني هي بتبقى معتمدة أكتر على ارتباط العلاقة يعني كل ده أنا بعمل ليه عشان أنا عايزة أعمل علاقة قوية قوي فهو يبقى مستعد إن هو يسمع لأن من غير ما أبني علاقة قوية هو يعني هيسمع لحد كم سنة أنا بحبكو طول الوقت وأنا بنصحكو أو حتى لما بتعصب أو لما بعقبكو ده من حبي فيك وعشان عايزةكو تبقوا أحسن مني ده الكلام اللي يمكن تربين عليه وأهلينا تربوا عليه يعني هو ده اللي بنتورسه بس فكرة أني أربي بالعطيفة دي هي معنى أكبر من الجملتين اللي أنا بقولهم دوله أكيد يعني أنا ببقى دايما متأكدا أن الأهلين لو كانوا وصلوهم العلم ده كان هم هيعملوا اللي ساعات هيقدروا عليه يعني إحنا كنا نسمع الكلام ده زميل لأن ما كانش في العلم ده موجود بس يعني بحستها سبحان الله مع وجود المشاكل الأكبر والانفتاح والتحديات الأكبر بقى فيه علم مختلف يساعدنا ويساعد ولادنا أن إحنا نشوف الأمور بمنظور تاني لأن مش هنقدر تبقى الأمور الدنيا بتتغير والدنيا بتتفتح وتطورات والولاد نفسهم بتعرضوا هنقول الفتن وانفتاح مختلف عننا وأفضل أنا بربي بطريقة أنا تربط عليها من 30 سنة فاته مش مناسب